السيسي يؤكد أن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا ملحة ويهب المصريين الالتزام الكامل بها الحكومة تقرر حضر حركة المواطنين ووسائل النقل من السابع مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من الغد الرئيس الجزائري يتسلم مشروع تعديل الدستور ويقرر تأجيل تسليمه للأحزاب بسبب كورونا الخمسة مساءنا الثالثة بتوقيت جرينيتش نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من القائرة أهلا بكم والبداية مع نهادرويش أهلا بك أهلا بكم مشاهدينا والبداية من تطورات كورونا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات الاحترازية الإضافية التي أقرتها الحكومة اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا ملحة ومن شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسبة الإصابة به وأهب الرئيس السيسي بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات مؤكدا أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفي إطار قانون وأشدد على أن رهانه دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن حضر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الغد من السابع مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة أسبوعين مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص أيضا خلال هذه الفترة وقرر رئيس الوزراء غلق كافة المحل التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمركز التجارية والمولات من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يوميا الجمعة والسبت مشيرا إلى أن هذا القرار لا يسري على المخابز والصيدريات أول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي أنا بأكد هنا أن هذه القرارات التي سنعلنها هي مداها الزمني هو أسبوعين القرار الثاني أن بالتوازي مع حظر حركة المواطنين طبعا حيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة سبعة مساء إلى السادسة صباحا وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام أو خاص الجزء التالت والمادة التالتة أن ستغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية أو ما نطلق عليه المولات سيكون موعيد عملها من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت كما قرر مدبولي غلق جميع المقاهي والكافهات والكافيتريات والملاهي والنواد الليلية وما يماثلها ويقدم أنشطة طرفهية بشكل كامل طوال هذه المدة كما قرر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين طوال هذه المدة على أن يستثنى منه مكاتب الصحة لقيد الموليد والوفيات ستغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافهات والكازينوهات والملاهي والنواد الليلية وأي ما يمثلها من محل ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الطرفية هذا سيكون غلق كامل طوال هذه المدة كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محل ومنشآت تقدم المأكلات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط المدة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وترخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء أي خدمات النهاردة بينشأ عنها أن المواطن يتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة أو يقدم خدمة سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة هذا الموضوع فقط الذي سيستسنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء الموليد أو الوفيات اللي بتبقى بتحصل طوال هذه المدة وشدد رئيس الوزراء على أنه سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات موضحا أن الغرامات ستبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس وأكد مدبولي أن الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات قررنا أن احنا مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم أخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده اللي هو كانت انتهاء معاد انتهاء يوم 29 مارس أيضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة أيضا 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم من سيستسنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعملين بهم لأن دول طبعا دول أولوية أولى وبالتالي هم سيستسنى تماما من كل اعتبارات في هذا القرار لأنهم شغالين على مدار الأربعة وعشرين ساعة علشان نحن نضمن سلامة وصحة مواطنين أنا عايز أأكد أن القرار بينص صراحة أن سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى أربعة تلاف جنيه وتنتهي بالحبس كما ناشد رئيس الوزراء شباب مصر بضرورة تجنب النزول إلى الشوارع لعدم نقل العدوى إلى أسارهم من كبار السن وأكد مدبولي أنه يراهن على الشباب في التعامل بجدية مع الفيروس وأنا يمكن هنا بناشد شباب مصر شبابنا اللي هو بيمثل الكتلة الغالبة من الشعب المصري تقارير طبية وقرينة على ناس كتيرة جدا بتقول أن أقل فئة تضرورا أو تأثرا بهذا الفيروس هم الشباب وأن الشباب تقريبا ممكن ما يوصبوش أو يعني إصابتهم وتدعيات المرض عليهم بتبقى بسيطة مش معنى كده أن احنا ناخد هذا الأمر باستخفاف وننزل ونقول ما احنا يعني فرص إصابتنا بهذا المرض هتبقى قليلة لكن أنت مش واخد بالك أنك أنت لما بتنزل أنت لو حملت هذا الفيروس وترجع بيتك أنت ممكن تنقله لوالدك ووالدتك وجدك أو جدتك وتكون أنت سبب في ضرر كبير جدا لا أحب الناس إليك في أسرتك فلازم أن احنا ناخد بالنا وأنا بأراهن على وعي شبابنا في المرحلة دي أن احنا كلنا نبقى واخدين بالنا من نفسنا واخدين بالنا من أسرتنا واخدين بالنا من بلدنا أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار بيروس كورونا القرار وجاء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار الفيروس الزميل عوض الغنان مراسل اكسرا نيوز من داخل مقر مجلس الوزراء ينضم الينا مباشرة عوض اهلا بك في هذه الجولة الاخبارية وماذا لديك من تفاصيل حول هذه القارات الاخيرة التي تم اتخاذها واعلنت من قبل رئيس الوزراء نعم تحياتي اولا من همام وصلنا الى المرحلة ربما ما قبل الاخيرة من الاجراءات الاحترازية لان هناك مرحلة اخيرة نتمنى ان لا نصل اليها وهي الحظر الكل نحن عند مرحلة الحظر النسبي والتي تحدث باستفادة بشأنها في مؤتمر الصحفي هنا في مقر الحكومة رئيس الوزراء غدا الاربعة سيتم تطبيق ذلك الاجراء عند الساعة السابعة مساء كما تعلم وتنتهي عند الساعة السادسة وان كانت المحلات التجارية تغلق قبلها بنحو ساعتين مع توقف كل حركة المواصلات العامة والخاصة في نفس توقيت عملية الحظر ايضا الحكومة او مجلس الوزراء اليوم او الحكومة بالاحرم على الساعة رئيس الوزراء اقرر تأجيل الدراسة بالجماعات والمدارس لمدة 15 يوما كان مجلس الوزراء كانت اقرر هذه الامر عند ال31 من مارس الحالي فتم اقرار ذلك لمدة 15 يوما اخرين الجديد هو ما اكد وزير الاعلام ان حركة الطيران ايضا ستتوقف همام لمدة 15 يوما اضافيا الاهم من كل هذا وذاك هو الملاحظات السلاسة او ربما الاربعة التي جاءت فيه على لسان رئيس الوزراء اليوم وهو يتحدث في ذلك المؤتمر الصحفي بدأ المؤتمر الصحفي بان ما تم من اجراءات اليوم همام هي بتوجهات من السيد الرئيس وان الدولة في ذلك الاجراء او في تلك الاجراءات تحافظ على ارواح مواطنيها مهما تحملت او تكفلت من اي خسار اقتصادية لان ارواح المواطنين اهم بكثير من اي تكلفة اقتصادية هذه هي الملاحظة الاولى الملاحظة الثانية همام هو تقديم كل التحية والتقطير والاعتزاز للتواقم الطبية المصرية التي تعمل على مدار الساعة وصفا ذلك بانهم هم الجنود في الخطوط الاولى في التعامل مع هذا الفيروس داعيا كل المواطنين الى تقديم كل الدعم وكذلك الحكومة ستقدم لهم الدعم ربما كما جاء على لسان وزيرة التخطيط اليوم في تصريح خاص لاكسترانيوز بان هناك مليار جنيه ستدعم على الفور لوزارة الصحة النقطة الثالثة وايضا الاهمة ان ما زالت مصر هي في الحد الادنى مقارنة بالعديد من العالم وذلك بحسب توصيف حتى منظمة الصحة العالمية اخيرا رئيس الوزراء دعا واكد المواطنين في هذه المرحلة علينا ان نحافظ على ارواحنا وعلى مواطنين وعلى كل الاسر حافظ مصر من كل شهر هذا هو ملخص ما جاء في مؤتمر اليوم مجلس رئيس الوزراء ربما غدا يكون هناك نعم نعم نتمنى من جميع المواطنين التزام طبعا بهذه القرارات الحكومية والاجراءات التي تتخذها الدولة واتخذتها ايضا مؤخرا للحد من تفاشي هذا الفيروس زميل عوض الغنان مراسل اكترا نيوز من داخل مقر مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومشاهدين العزاء في متابعة لجهود الدولة للحد من تدعيات وتأثيرات هذا المرض وردان الان هذا الخبر العاجل حيث اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي انه في اطار مساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض نماذج من اجهزة ومؤدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للانتاج الحربي وذلك للاستخدام في اعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام احدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية اذا مشاهدين العزاء نذكروا بهذا الخبر العاجل الذي ورد الينا حيث علان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي انه في اطار مساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض نماذج من اجهزة ومؤدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للانتاج الحربي وذلك للاستخدام في اعمال التطهير لمؤنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام احدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية تفقد الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب قوات المسلحة جهازية شركة النصر للكيمويات الوسيطة لتوفير مواد التعقيم والمطهرات في اطار مجهودات الدولة لمجابهة فيروس كورونا وفي هذه الاثناء اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع الى السوق المحلي حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في اعمال التطهير والتعقيم وكذلك استلاع التموينية الشعب المصري يستشعر الخطر على الفور القوات المسلحة المصرية تساند جهود الدولة بالدعم اللازم فهي دائما لم ولن تتأخر أبدا القوات المسلحة المصرية الحصن والسنن بناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيمويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش وذلك ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لإمداد كافة أجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير حيث تابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدراتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحلل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة فضلاً عن متابعة أحدث الوسائل العلمية وآلية العمل لمواكبة أعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحالين المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الآمنة إضافة إلى أنها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الأزمة الحالية نحن الحمد لله رب العالمين بنكرس الجهد وبنضاعفه أن نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حالياً لاستخدامها لمعاونة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة قامت شركة النصر للكيمويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيمويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح أغراض التطهير والتعقيم وفي سياق متصل استفط عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها إلى السوق المحلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا الحقيقة كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول أو المنتجات المعاقمة كان في استغلال الفترة اللي فاتت كبيرة جداً كنا بنشتري المنتج أعلى من سعره في الفترة دي النهاردة لقينا في عربيات خاصة بالقوات المسلحة موجودة في المنطقة فانزلنا عشان نشتري المعاقمات لقينا في كميات متوفرة كتيرة جداً ولقينا الأسعار مناسبة جداً وما فيش الحقيقة زحمة لأن الخدمة متقدمة بشكل منظم جداً بنشكر قوات المسلحة أنها دايماً وقفة مع الناس وقفة مع الشعب وبتقدم لهم أي حاجات ممكن ناصف السوق وبتمنع استغلال التجار حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة والتي شاهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية حاجة أنا كنتش متوقع بالأسعار دي كنتش متوقع بالجودة دي الحاجات متوفرة وموجودة الكلور دوت في أماكن كتشيلا مش عايز هو الأسماء غالي جداً جداً هنا الأسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة غير من البداية أصلاً وانت داخل اللي بيقسلك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة استندرد مش موجود حتى في بلاد أوروبا يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير سبل الوقاية وكافة المتطلبات الأساسية ورفع العب عن كاهل الشعب المصري من جانب أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات وتدابير اللازمة لمساندة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحضر حركة المواطنين بدءاً من مغد على كافة طرق اعتباراً من السابعة مساء حتى السادسة صباحة أعدت الدولة خطة وقائية متكاملة لحماية المواطنين ومواجهة خطر فيروس كورونا المستجد والحد من تدعياته المختلفة والتي طالت معظم دول العالم وزارة الداخلية وضعت كافة أجهزتها في حالة تأهب قصوى لمساندة جهود الدولة وبما يضمن التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها الوطنية نحو توفير الحماية والدعم للمواطنين والتصدي لكل من يحاول ترويج الشائعات فقد تمكنت أجهزة الوزارة المعنية من ملاحقة وضبط عدد من مرويج الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين والتشكيك في إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس الوزارة كان لها دور فعال في تأمين وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون معوقات دور امتد إلى تأمين المستشفيات مخصصة للعزل الطبي وتلك المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية لتوفير الأجواء الملائمة لأداء العاملين بها لدورهم الوطني الوزارة ساهمت بفاعلية في تنفيذ قرارات الجهات الصحية بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية والمراكب والعائمات السياحية لحين تأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المخصصة لذلك ومع استمرار الدولة في تنفيذ مراحل خطة مواجهة شاملة لفيروس كورونا المستجد وفور صدور قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والذي تزامن معه غلق مراكز الأنشطة التعليمية إضافة إلى قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ومنع تداول الشيشة وقرار تعليق الصلاة في دور العبادة بادرت وزارة الداخلية بآداء دورها في المتابعة الميدانية لمدى التزام القائمين على تلك الأماكن بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من خلال الحملات والخدمات الأمنية التي تتابع مدى الالتزام كل هذا مع وجود انتشار أمني مكثف تشهده الشوارع والميدين عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمينية لكافة المنشآت خلال فترة الغلق وبما يشك الرادع لكل خارج عن القانون يحاول استغلال هذه الإجراءات للخروج عن القانون وامتد جهود الوزارة إلى التصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق من غذائية إلى مستلزمات طبية التي يجمعها ويخزنها البعض استغلالا لإقبال المواطنين عليها لرفع أسعارها أو غشها وأصفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من قضايا حجب تلك السلع وغش المستلزمات الطبية وحرصا من الوزارة على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على سلامتهم قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة لتعقيم وتطهير المواقع الشراطية من خلال الدفع بأطقم وقائية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم لكافة المنشآت والمباني الشراطية وتوالي وزارة الداخلية مساهمتها الفاعلة في خطة الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد وتعامل بحسم مع كل من يحاول تحقيق مكاسب شخصية دون مرعاة لمصلحة المواطنين وتوجه الشكر لكل من التزم بإجراءات الدولة لحماية المواطنين من خطر هذا الفايروس أكدت تدار الإفتاء أن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراض بها وجه الله وطلبت تدار الإفتاء الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض وصفة ذلك بالواجب الشرعي والوطني ومؤكدة أن من يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعا تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مدريات الصحة وتموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة التنفيذية للمحافظات تابعت حملاتها في مجال فرد وتجديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبيات الأخرى والمطهرات المخشوشة أو المحظور بيعها أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين حيث أصفلت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط 142469 من القفازات الطبية والكمامات و231 لتر من المطهرات و905 زجاجات من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوت وأشرت الهيئة إلى ضبط 15 ألف عبوة كحول وجل و6 ألاف لتر من مادة الكحول كان معدا للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات و350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ ومحافظة الغربية أيضا كما تم ضبط 6200 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات و300 كيلو من مادة البلاستيك المعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المخشوشة بالإضافة إلى 300 كيلو من الصابون السائل و350 كيلو من مادة السوديوم و6040 عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعدد من الصيدليات في محافظة الشقية بدأت وزارة السياحة والأثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر في إطار خطة الوقاية من تدعيات فيروس كورونا وشملت أعمال التطهير والتعقيم من مناطق أثار كومومبو وأبو ثنبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان ودندرة بقنة ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو وحشبسوت ودير المدينة وواد الملوك بمحافظة الأقصر وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعا وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة أثار سقارة وشارع المعز وقلعة صلاح الدين وجامع محمد علي وكنيسة أبي سرجة وكنيسة المعلقة والمتحف القطي أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم خدمات تطبيق ووتشيت مجانة لمدة شهر ترفيها عن كل بيت مصري أثناء فترة حضر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها من الحكومة وأصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن المنصة تقدم هذا العرض جزءا من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا ومع الحملة الحالية خليك في البيت ورأت إدارة المجموعة برئاسة تمر مرسي أن عتاح تلك الخدمة مجانا يسهم في الترفيه عن العائلات المصرية وذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلامي والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية وأفد صالح أن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم أكدت منظمة الصحة العالمية أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في الـ 24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة وقالت المنظمة أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا كثيراً في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة وأضافت أن هناك تسارعاً كبيراً للغاية في عدد الحالات المصابة بكورونا في الولايات المتحدة ما قد يحولها إلى مركز للتفشي إلى هولندا حيث أعلنت السلطات تسجيل حالة وفاة جديدة و63 حالة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمال إلى 276 حالة كما أعلنت السلطات تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بزيادة 17% عن أمس ليصل العدد الكلي إلى 5560 حالة كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 39673 حالة وأضافت أن عدد الوفيات النجمة عن المرض ارتفع الليلة الماضية إلى 2696 حالة وفاة من 2182 حالة وفي إيران أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1934 حالة وفاة والإصابات إلى 24811 إصابة وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1962 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مرتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913 حالة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السوق العالمية أصيبت بحالة من الجنون فيما يتعلق بتداول أقناعة الوجه الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي تويتر قال ترامب أنه يجد صعوبة في توفير احتياجات الولايات المتحدة وقد نجح في جلب أربعمائة جهاز التنفس الاصطناعي لأربعة مستشفيات في ولاية نيويورك على أن تأتي البقية تبعاً أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين بالوزارة إلى 321 حالة بينها 174 عسكرياً بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق وأضف البنتاجون أن 59 موظفاً مدنياً و61 من أفراد أسرهم و27 متقاعداً أو متعاقداً ثبتت إصابتهم أيضاً بالفيروس أفادت وسائل أعلام روسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي تشويجو خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى عودته من سوريا وأوضحت وسائل الإعلام أن نتيجة الكشف جاءت سلبية دعا قداسة البابا تدرس ثاني كل المسيحيين كلاً في موضاهي إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد وسوف يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة وأيضاً من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرتدوكسية على موقع فيسبوك أعلنت تايوان إصابة عشرين حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفى العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 وأضافت الحكومة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وإيرلندا وتركيا وإندونيسيا أعلنت سلطات وهان الصينية أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة يوم الثامن من إبريل القادم هذا وتم عزل مدينة وهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس في الثالث والعشرين من يناير وتم تعليق المواصلات العامة في المدينة أعلنت ماليزيا تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 15 حالة وأوضح المدير العام للصحة الماليزية أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 1518 حالة قال ستيبن كوكا الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية قال أن نظام أردوغان ارتكب أخطاء جسيم خلال التعامل مع فيروس كورونا الباحث الأمريكي أشار إلى أن نظام أردوغان حاول في البداية قمع عمليات تشخيص فيروس كورونا في محاولة لإخفاء الحقيقة كشف أيضا عن أن هناك حالات من الارتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة في تركيا لجأ نظام أردوغان للتعتيم عليها مضيفا أن هذا يعني أن الوباء تفشى قبل وقت طويل من إعلان تركيا عن ظهورها رغم نسبة الوفيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في دول العالم التي ينتشر فيها الوباء إلا أن أخبارا مطمئنة تبشر بقدرة الدول على السيطرة على الوباء تأتي من الصين وإيطاليا التي سجل بهم أعلى معدلات إصابة ووفيات بالفيروس المزيد في التقرير التالي ما بين تحذير وتبشير تفاؤل وخوف تأتي الأنباء من حول العالم عن فيروس كورونا المستجد فبعد نحو ثلاثة أشهر تأتي من الصين تطورات إيجابية تنعش الأمال في إمكانية السيطرة على تفشي الوباء حيث أعلنت السلطات الصينية شفاء نحو 90% من مصاب كورونا ورفع أقليمه بالصيني كل القيود المفروضة على الصفر من وإلى الإقليم بداية من الأربعاء باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم التي سترفع القيود المفروضة عليها في الثامن من إبريل المقبل فيما بدأت القيود الصارمة التي فرضتها إيطاليا لمواجهة تفشي الوباء تأتي بثمارها بعد تراجع نسبة الوفيات في البلد الأكثر تضررا في العالم من كورونا ورغم ما خلفه فيروس كورونا من مخاوف بين شعوب العالم بسبب نسبة الوفيات التي تسبب فيها إلى أنه بالمقارنة مع أوبئة أخرى يعد كورونا الأقل فتكا فقد تسبب فيروس تارس عام 2003 بمقتل حوالي 10% من المصابين في حين حصد فيروس إبولا أكثر من 90% من مرضاه بين عامي 2014 و2016 وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تصارع انتشار وباء كورونا قال مدير عام المنظمة تدرس أدنى هوم إنه ما زال من الممكن تغيير المصار وحث البلدان على اعتماد استراتيجيات صارمة في إجراءات فحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس واعتبر تدروس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس لكنه وصفها بأنها إجراءات دفاعية لن تساعد على الفوز الكامل على الفيروس دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى وقف فوري لإطلاق النار بجميع أنحاء البلاد حتى يتسنى بذل جهود شاملة للقضاء على فيروس كورونا المستقبل ودعا المبعوث جير بيدرسون في بين اللهو ودعا إلى الإفراج على نطاق واسع عن المحتجزين والأسرى لأسباب الإنسانية في سوريا ووصول العاملين في المجال الطبي إلى مرافق الاحتجاز للمساعدة في ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للنزلاء أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية أن الحكومة تبدل أقصى الجهود الممكنة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره كما أشارت إلى أن لبنان لم يدخل حتى الآن المرحلة الرابعة من التفشي الوبائي والعدوى المجتمعية معربة عن أملها في الوصول إلى مستوى الالتزام الكامل من قبل اللبنانيين بالبقاء في منازلهم على نحو يمنع حدوث انقلاب كبير في الإصابة بالفيروس في الكويت أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أعلن عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بيرتفع عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى مائة وإحدى وتسعين حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في دولة الكويت ثبتت وتأكدت إصابة حالتين الحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة وهي من الجنسية الهندية والأخرى من الجنسية الفلبينية أصبح مجموعة الحالات لدينا في دولة الكويت مائة وواحدة وتسعين حالة حالات الشفاء تسع وثلاثين حالة أصبح لدينا عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في إحدى المؤسسات العلاجية المخصصة لذلك مائة واثنين أو خمسين حالة أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل وأوضحت الصحة أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات مع ثلاث نساء ورجل واحد مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموعة الإصابات في إقليم كردستان إلى واحد وتسعين حالة أعلنت قطر تسجيل حالة إصابة جديدتين خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة المصابين إلى 191 حالة وأوضحت الصحة القطرية أن حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا ومنها حالتان لمواطنين قطريين أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين 11 حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وأكدت الوزارة أن هناك 17 حالة تمثلت للشفاء دعية المواطنين للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1656 منهم 31 في حالة خطرة كانت إسرائيل قرأت إغلاق المعابر البرية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد قالت مصادر أن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في يوم الخميس لمناقشة تفشي فيروس كورونا واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظ بنوكها المركزية على وضع خطة عمل للتعامل مع تفشي الفيروس وتواجه القمة تعقيدات بسبب خلاف بشأن سعر النفط وزيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب منشأ الفيروس قال صندوق النقد الدولي أن عشرات الدول في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها وقال جهاد أزعر مدير إدارة شرق الأوسط وأسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق واليمن أعلن مكتب الرئيس الفنلندي أن الرئيس السابق مارتي أهتساري الحائز على جائزة نوبل السلام في عام 2008 أصيب بفيروس كورونا وأوضح المكتب في بيان أن الرئيس أهتساري في حالة جيدة وحكم أهتساري البالغ من العمر 82 عاماً فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل السلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن ناشدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناشدت كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بإطلاق مبادرة البلط الأبيض والتي تسعى إلى توفير عشرة آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة وتأهلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة وذلك لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية لدعم طاقة المستشفيات الحالية أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مشروع تعديل الدستور من رئيس لجنة الخبراء المكلفة بسياغة مقترحات التعديل وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن مشروع التعديل الدستوري تضمن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء ضمن المحاور السبعة الوردة في رسالة تكليفها بالمهمة وأشار البيان إلى أنه بسبب محنة كورونا تقرر تأجيل تسليم مشروع تعديل الدستور للشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام إلى حين تحسن هذه الظروف قتل سبعون جنديا نيجيريا على الأقل في كمين استادف موكبهم في شمال شرقي البلاد وأوضح مصدر عسكري نيجيريا أن المسلحين استخدموا السلاح الرشاش وأسلاح أربي جي عن حافلات كانت تقل جنودا أثناء مرورها بإحدى البلدات مضيفا أن عمليات التمشيط تجرى حاليا للبحث عن منفذ الهجوم أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في توكيو هذا العام على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد إلى صيف 2021 على أقصى تقدير وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أنه لم يناقش تكلفة تأجيل أولمبياد توكيو 2020 مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الأرواح قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه يرغب في تغيير موعد البطولة العالم 2021 حتى لا تتعارض مع تأجيل محتمل الأولمبياد توكيو لمدة عام وأوضح الاتحاد في بيان أن لجلة المنظمة لبطولة العالم 2021 أكدت قدرة الولاية على استضافة الولاية الأمريكية طبعا على استضافة البطولة في مواعيدة بديلة تعرض فاتح تريم المدير الفني لنادي جالتا ساراي التركي للإصابة بفيروس كورونا وأوضح المدير الفني في تغريدة نشرها على موقع تويتر أنه انتقل إلى الحجر الصحي وكان فيروس كورونا تسبب في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى في ألمانيا يوصل لعب بايرين ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوصلون برنامج التمارين عن بعد التي وضعها النادي في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا وكان نادي بايرين ميونيخ قدم أجهزة تدريب منزلية إلى لعبه لاستخدامها في التدريب الفردي في ظل القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنع في أخبار التقص يسود البلاد غدا تقص معتادل نهارا شديد البرودة ليلا على القيارة الكبرى والواجب البحري مائل البرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الخامسة وهذه تفكرة بالعناوين السيسي يؤكد أن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا ملحة ويهيب بالمصريين الالتزام الكامل بها الحكومة تقرر حظر حركة المواطنين ووسائل النقل مستبع مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من الغد والرئيس الجزائري يتسلم مشروع تعديل الدستور ويقرر تأجيل تسليمه للأحزاب بسبب كورونا انتهت النشرة الإخبارية والمزيد من الأخبار تبعوا دوما موقعنا الإخباري اشتركوا في extranews.tv شكرا لكم اشتركوا في القناة